صباح الفل صباح النشاط صباح القمة صباح كل حاجة حلوة اهلا بيكم في برنامجكم فكرة الموسم التاني معيكم الاعلامية مروة احمد طبعا انتو عارفين ان الاختلاف متعة ومتعة الاختلاف لما بيكون في كل حاجة حوالينا وفيه التمييز اللي احنا بنشوفه في الحاجة دي ما بالكو بقى لما بيكون فيه شخص احنا شايفينه فيه اختلاف معين في شخصيته بيكون اكيد هو متميز جدا عن غيره في الموضوع ده يعني اختلاف الشخص هو في التمييز فيه عايز اخدكم النهاردة في جولة مختلفة بس لذيذة جدا الجولة دي هتكون حكتين يعني اثنين في واحد شخص فيه تميز واختلاف شخصيته جميل جدا اول جولة هنبدأ ديها معينا مع الاستاذ محمود هو صاحب شركة النمر للتسويق اهلا بيك يا استاذ محمود يا الله سهلا بحضرتك نورتنا بنورك والله يلا عايزك بقى تعرف كده الناس بنفسك وتقول لنا ازاي حديث المجال ده والله يا فلاول انا اسم محمود النمر صاحب شركة النمر للتسويق الالكتروني وتوكليونيجيتي المعلومات تمام بس وحيانا كده بندرس التسويق وحيانا تفهم زي بنشتغل على برندات احنا بنشتغل عليها بس عندنا ان شاء الله بإذن الله كده برندت بنشتغل عليهم ونسوأ لهم طيب احكيلي بقى كده في الاول ايه اللي خلاك تدخل المجال ده او يكون مفضل بالنسبة لك او تشتغل فيه عموة والله هو انا من يومي بحب العلم تمام وبعشق حاجة اسمه الكمبيوتر تمام وجيت في مرة من مرة توحنا عادين على الكمبيوتر برضو زي زي اي شاب بيخش على الفيسبوك وكده جرب ان انت تعلم جرب ان انت مثلا اندي فرصة لنفسك ان انت تعلم بسيت على مجال التسويق ده خلت فيه كله برمغيات وكله تعليم كده يعني بس حبيت الموضوع من 2016 الحمد لله رب العالمين او تميزنا فيه درجة حلية بس انا اقولك حاجة الايام دي بزيت موضوع التكنولوجيا والتسويق بقى منتشر جدا ازاي انت شايف ان انت ممكن تقدر تنجح بسهولة في الموضوع ده او توصل للناس والله عن طريق قناوات التسويق عن طريق شغلي انا تمام اننا اه يعني كده كده ده اجبر علينا ان خلاص بقى اللغة التكنولوجيا بتاعتنا دي هي لغة المستقبل فلازم يعني لغة بص احنا ابتدينا دلوقتي من 2021 دينا 10 سنين كمان 2032 كمان كده بالزبط هنبص ان لايه ان احنا خلاص اجبر علينا سوشيال ميديا بقى الداخل كل بيت فعليا اكيد هي النهاردة بنسبة 65% كلنا نشتغل على سوشيال ميديا فهي ده مهم جدا تمام لا خلاص دينا 10 سنين كمان بقى شيء اساسي وفرض علينا فلازم ان احنا واجب علينا ان احنا العلم من دلوقتي انا واحد من الناس انا تميزت مثلا في نقطة التسويق بس كعلمان وكنشاطة طيب شركة النمر للتسويق والستاذ محمود ايه اللي يقدر كده يقدمه للجمهور بتاعنا من خلال شركته بس احنا عندنا حاجة دايما بنشتغل عليها احنا مش بنسوق المنتج او بنسوق البرانده بس وبنستكفى بعض الامر لا احنا كافلين بصناعة البراند ولله الحمد يعني احنا ممكن نمسك براند محدش عارفه احنا نخلي البراند ده يعني ولله الحمد مكان ما هو عاوز يوسع الانتشار بتاعه ولله الحمد ممكن نخليله بالجمهور المستهدف بتاعه حتى ان كان مثلا البراند ده حتى لو كان مطرب كان ممثل كان مطرب مثلا ليه ستايل معين من الغناء او شركة مثلا منتجات دي الكلام ده اقول الحمد لله رب العالمين اللي بيتميز عندنا ان احنا بنعرف نجيب الجمهور المستهدف للمنتج ده او لشيئنا طيب انت مش شايف ان شوية في مشكلة بتواجه الناس او الناس شوية ما بقتش بتصق ان هي تحط فلوسها مثلا في الشركة السوقية ده تمام بيشوفوهم معلش يعني انا اصفة في الكلمة او ممكن يعني ناس دول عليهم شوية دي ناس بتنصب علينا ازاي ناس ممكن تصق اصلا في الشركة او في الحد اللي قدامه ده بص هو انت حضرتك لو انت ده وقت مثلا نفترض ان انت عندك منتج بجيء للشركة وعايز تسوقه انت مفروض بيبقى فيه عملية تست انت بتعملها تمام قبل من ضمن دل عقد مثلا او بنضع خطة تسوقية مثلا للبرند من السفر لمية في المية انت بتعمل تست صغير مثلا ده خارج الخطة خالص يعني انت مثلا انت جيت لي عايز تسوق مثلا برند احزية سين مثلا فانا بحط لك خطة كاملة ان احنا نقدر يعني خلال ثلاث شهور او ست شهور او سنة ونقدر نتعدى الحديد دي كلها بس قبل ما بيبتدي الخطة دي كلها انت ليك عندي تست صغير وانت بتشوف بقى هل في التست ده هقدر اكمل معاك ولا مش هكمل من هنا انا بحكم عليك طب انت ما عندكش تسوق للبرامج كمان عللنا برنامجنا كده يتواج وحبوط لا طبعا عايز جدا من ايسر حاجة عندنا على فكرة طب دي حاجة كويسة والله انت طبعا النهاردة بحط عللنا البرنامج على فكرة ايسر حاجة جدا لان احنا دايما بنتميز ان احنا نجيب الجمهور المستهدف انت ممكن تروح لشركة مثلا او بعض الى ما رحم الرب طبعا ممكن تروح لشركة انا عندي احزية ممكن تودي اعلان الماول بتاعك سواء كان على الفيسبوك مثلا او اليوتيوب ممكن توديه لحد مش محتاج احزية وده اللي بيختلف عنده احنا بنوديه للناس اللي فعلا محتاج انها تشتري الاحزية سواء كانت رجالي او نسائي مع درست الجمهور طبعا طب انت شايف ان في مشكلة ممكن تواجهك انت في الموضوع ده والله هي المشكلة اللي ممكن تواجهني هي ان انا اكسل عن العلم او اكسل ان انا اتعلم او اكسل ان انا اعمل افضيط لنفسي التكنولوجيا مثلا من الناس اللي برا مثلا او الدول التانية وحسب ما يشغال معنا في المجال بتاع لأ من خلال الجمهور نفسه او الناس اللي بتجيلك مفيش اي مشكلة بتواجهك في الموضوع ده اتوقيت مفيش يا مشكلة بقى التقدم بقى في حد بقى عايز انتفهم خليه. وكده كده مع مرور للوقت هيجيه لي. او هيجي طبعا لاخواتنا اللي شغالين في شركات التسويق وهيجي. نعايز يهلي نفسه. طيب من خلال السنين كتير اللي انت اشتغلتها في الموضوع ده. عايزك كده تفتكر لي انت وردتش او انت محبتش يسال بس انا ورد ايه. ممكن اكيد في حاملة او اعلان معين يعني انت كان الاعلان ده وصل لناس كتير جدا وحقق بالنسبة لك ربح انت اكيد فكره. اكيد لسه في دماغك. مش قادر تفتكر. لا انا فاكر عادي. اكيد انت عملت طبعا اعلانات كتير وحاملات كتير وحاجات كتير بس اكيد في حاجة معينة يعني. احنا غير الاعلانات غير الموضوع الناس كلها نفكر ان الموضوع موضوع اعلانات. لا هي غير الاعلانات يعني ان نفترض مثلا حضرتك اسمك مرور. صح. استاذ مرور مثلا استاذ اعلامي. مسلا ان افترض انا عايز ابحس عنها في جوجل مسلا. او انت مسلا خلش ابحس عن الشركة بتاعتنا. احنا ازاي موجودين? يعني ازاي شركة النمر للتسويق الكتروني ازاي موجودة مجرد ان انت بس ما تكتب شركة النمر مسلا او تكتب شركة تسويق عقارق او توسويق مثلا الاكتروني. انت بتصوق في كل حاجة. صح? اها هي كلمة تسويق. كل حاجة. كل حاجة. كل المجتمل. يعني انت بس مش اللي هو مسلا مقتصر على حاجة مهمة. اي حد يا جماعة عايز. يلا هلأ يعني بص هلأ مسئوليتي سوا أي حاجة عندنا الأستاذ بحلوه طبعا لا كافيلين كمان بصنعت البراند وكافيلين طبعا أنا مسك لك كلمة في قلبه جوجل طبعا يعني فكرة أن أنا خش أبحث عن أي حاجة أنت تطلع ضمن النتائج البحث اللي بتحصل في جوجل أو تحصل على سرشيها أو تحصل على سرشيبنج مثلا الحاجات دي احنا برضو كلها بنشتغلها ليه يعني بتشتغلش بس على النات موالي لا يعني بتشتغل على الكلام ده كله وبندي أفكار تساعد البراند ده إزاي يكبر ما هو الفكرة مش فكرة أني أنت بتجيب لي مثلا منتج وأنا بعملك عليه إعلام موال وخلاص بعت أو ما بعتش أو بطرقنا أو لا أنا ممكن يكون عندي أفكار تحفيزية للمنتج ده وقولك المنتج ده محتاج مثلا أن أنت تنزله جفت مثلا تنزله دي ايه بس عارف يا سيد محمود أنا عايز أقولك حاجة قبل يعني وناخد فصل ونرجع في فعلا أنا جربتك ناس كتير فعلا لو أنا مثلا عايز أصوأ لحاجة معينة وليس صحاب لايه عارف كانوا أول حاجة أي شركة السوقية أو أي شخص يقولهم إيه حولوني مبلغ كذا أنا عايز أهم حاجة بيتكلموا فيها موضوع الفلوزة ناس تبتيني تخافزت بعد بالنسبة لي نحنا إحنا موضوع الفلوزة بصهول لحنا بالنسبة للموضوع لأننا ما بنشتغلش مثلا مش هقول ما باشتغلش مع أفراد صغار بس خلينا أنا أقولك أن البرندات الكبيرة الشركات أنا بقدم لك شغلي وأنت بتشوف شغلي أنا عارف أن شغلي هي عجبك وأنا عارف أن أنت هتيجي تمضي معي العقد يعني أنت فهمت زي من غير ما أنا أقولك بقى حولي وما تحوليش دي حاجة عشان تسوكها في الله يعني الله الحمد تسوكها في الله نجاح على خطى الناس النجاحين رب أنا أخليك رب أنا أعيز أقولك أنا أبسوطة جدا طبعا بالكلام معي أنا أبسوط بيكون كلهم والله رب أنا أخليك فاصل واستنونا يا جماعة